وصحية موصفة بطريقة علمية هنقولها على شال المرضى للهنة والشفى أكلها نية كل اللي نفسك تشتهي عندنا بسهولة هتلاقيه والأكل بتاعنا تلاقي فيه كل العنصر الغزائية أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أكلات المرضى موضوعنا النهاردة هو عن داء الملوك داء الملوك ده سمي قديما بهذا الاسم نسبة الاعتقاد المصريين القدماء بأن ده يعتبر عقاب للملوك بسبب اللي هو الإسراف الطعام ويعتبر المرض ده من أهم الأمراض المزمنة اللي بيعاني منها معظم الشعوب وخاصة الشعب المصري والشعب الهولندي في دراسات أثبتت أن المرض ده بيرتفع بنسبة 2% سنويا في مصر وفي هولندا بيسعدنا أن يكون معنا الدكتور إسلام حمدي عبد الرحمن استشاري للطب استشاري للعلاج السمنة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ولا يلاجد طبيعي دكتور إسلام مرض المقرس يعتبر مرض مزمن يريد بس حركة بإجاز حركة قلنا المرض ده يعني نبذى عنه تمام؟ مرض المقرس والله النقرس بتعريفه البسيط هو التهاب حد يحدث في المفاصل نتيجة زيادة حمض اليوريك في الجسم هذا الالتهاب يصحبه تورم وإحمرار وآلم شديد في المفاصل نتيجة زي ما احنا قلنا زيادة في حمض اليوريك في الجسم ده باختصار تعريف النقرس يعني تمام طب وأعراض المرض نفسها يعني إيه الأعراض اللي هي المتعرف عليها أو لما المريض بيشوف عرض زي ده بيتاجه للطبيب مختص؟ والله النقرس زي ما قلنا هو التهاب في المفاصل ده مش معناه أن كل التهاب في المفاصل يعتبر نقرس احنا عندنا لو شخصنا مثلا نقول أن كل عشرين مريض يعاني من التهاب في المفاصل تقريبا واحد منهم في واحد من هزي العشرين يعاني من مرض النقرس زي ما قلت لحضراتك أن أسبابه كتير والأعراض بتاعته كتير زي ما قلنا التهاب حد بيحدث في المفاصل وكاد يحدث معاه زهور نتقات في الجلد وتكوين حصوات في الكلة نتيجة زيادة حمض اليوريك في الدم وبالتالي إفرازه في البول ويحمل على الكلة لو هنتكلم على مثلا أسباب النقرس هنلاقي أن في أسباب عديدة جدا هنلاقي أن أهم عامل من أسباب النقرس أو التهاب المفاصل النقرسي هنلاقي عندنا عامل وراسي كبير جدا في النقرس يعني هنلاقي مثلا حوالي من 18% إلى 20% من كل من يعاني بالنقرس هنلاقي عنده في عامل وراسي أحد في العيلة أو في الأسرة عنده نقرس هنلاقي في أسباب تانية كتير العامل الغذائي برضو مهم جدا في النقرس الأشخاص اللي هم بيعتمدوا على البروتين في الأكل زي ما أنت حضرك في الأول اسم ساموه ده الملوك لكن مرضى النقرس يعني مرضى النقرس بيختلفوا عن اللي هم مش مرضى تمام؟ تمام نسبة البسيطة للبروتين هي تقريبا 100 جرام للشخص البالغ اللي وزنه تقريبا 70 كيلو أو 75 كيلو يكفي 100 جرام من البروتين في اليوم في الوجبة الغذائية على أساس أنها لا تؤدي إلى زيادة في حمض اليوريك في الجسم هنكمل بقى الأسباب مع حضرتك أسباب النقرس قلنا أنه فيه عامل وراسي وقلنا أنه فيه النظام الغذائي اللي يعتمد على أكل البروتين واللحوم والمأكلات البحرية ومحارب بحر بطريقة بكميات كبيرة هنلاقي طبعا برضو الأشخاص اللي هم بيتعرضوا إلى نسبة من الرصاص هنلاقي الناس اللي بتعرض لجسمة أجسادها لنسبة من الرصاص مثل المصانع مثلا الرصاص هنلاقي أنهم عندهم برضو تكوين حصوات و تكوين كميات كبيرة من حمض اليوريك و بالتالي يعانوا من النقرس هنلاقي برضو زيادة الوزن عامل مهم جدا فيه معذرة بس بدون نقطع كلام حضرك حراج دلوقتي بتقول أن بعض الناس من يعانوا بمرض حصوات الكلة دول بيبقوا مصابين بمرض النقرس هل معنى ذلك أن مش كل مصاب بمرض الكلة هو مريض نقرس؟ لا لا مش كده السؤال ما يبقاش كده نقدر نقول السؤال اللي هما المرضى اللي يعانوا من الفشل الكلوي مثلا دول بيبقوا أرضوا أكثر أرضة للإصابة بالنقرس لأن زي ما نقول بعد كده أن زيادة حمض اليوريك في الدم و بتالي في البول ويؤدي إلى طبعا هذا الإفراز الزيادة يؤدي إلى تكوين حصوات بعد ذلك في الكلة وكذلك بعض ترسيب اليوريت اللي هي أملاح اليوريك أسد في شكل باللورات في أنسجة الجسم وبالتالي تحدث الأعراض اللي احنا بقول عليه طب بالنسبة لأمراض النقرس والعقاقير الطبية تناول مريض النقرس لعقاقير الطبية هل فيه أثار سلبية على بعض العقاقير لمرضى النقرس؟ لا والله إحنا نظر نقول برضو إن فيه بعض الأدوية أو العقاقير الطبية تؤدي إلى زيادة حمض اليوريك في الجسم لو إحنا هنقول أول طبعا نسبة حمض اليوريك في الجسم النسبة الطبيعية بالنسبة للرجال تقريبا حوالي 6 ميلي جرام لكل 100 ميلي من لتر في الدم وبنسبة للسيدات تبقى أقل شوية هذه النسبة تبقى 5 ميلي جرام بالتالي هذه النسبة الموجودة في الدم في بعض الأدوية تؤدي إلى زيادة هذه النسبة مثلا الأشخاص اللي هم بتناولوا السلسلية أو الإسبرين اللي هو أدوية التي تؤدي إلى سيالة في الدم هذه الأدوية تؤدي إلى عدم تخلص الجسم من اليوريك أسد فبالتالي بيترصب في الجسم كذلك برضو عندنا بعض الأشخاص اللي بياخدوا أدوية مدررات البول هذه مدررات البول زي مرضى الضغط ومرضى القلب طب معذرة بس اللي هو الوقت سورية ومعنا فيديو هنقدمه دلوقتي عن المرض نفسه لا زي ما احنا شايفين في الصورة دي هزا التهاب في المفاصل زي ما قلنا اكثر المفاصل شيوعا في الاصابة بالنقرس هنلاقي هي صابع القدم وصابع اليد صابع القدم وبالذات الصابع بهام القدم الصابع الكبير بنحصل فيه التهابات وتورم وبعض الابحاث قالت ايش معنى او ليه بالذات النقرس يصيب صابع القدم الاكبر قالوا ان طبعا النسبة لبس الحزاء يؤدي لضغط على هذه العظام الصابع الاكبر وبالتالي ترسيب باللورات الحمض اليوريك في هذه الاماكن يؤدي الى تورمات زي ما احنا شايفين في الشاشة وحمرار والم جامد عند اللمس بالنسبة الاعراض مرض النقرس لو قلنا الاعراض دائما ما تظهرش فيه بصورة مبكرة يعني مش كل واحد عنده زيادة في حمض اليوريك في الدم هتظهر عنده اعراض مرض النقرس ولكن عندما تظهر الاعراض تظهر بطريقة حدة تظهر بطريقة مفاجئة في اوقات متقربة وتظهر دائما اثناء الليل حيث درجة حرارة الجسم تكون منخفضة نسبيا عن الصباح بالتالي هذه الالام الحدة يشعر بها المريض وتسبب له طبعا جهاز المناعة بيديه مؤشر للجسم ان فيه ترسبات لليوريت او بلورات الاملاح في هذه الاماكن من الجسم طب بالنسبة للشائع يعني نقدر نقول العرض الشائع لمرض النقرس اكتر حاجة اللي هو ايه انا شفت العرض ده انا مش هستال دكتور عشان بالتالي يبدأ يعني ايه يديني النظام المعين اللي احنا ان شاء الله هننتقله في نهاية الحلقة النظام غذائي ايه هو العرض الشائع لمرض اكتر حاجة اكتر اعراض احنا دائما بنكتشف المرض زي ما قلت لحضرتك مش كل ما يكون اليوريك اسد في الدم عالي معناها ان احنا عندنا نقرس دائما الاكتشاف بيجي عند ظهور اول اعراض وهي حضوص تورومات في صوابع القدم او الكحلين او الرصغين او المرفقين وحضوص تورومات وحمرار وقلم في هذه المفاصل بالتالي المريض بيشتكي ويذهب الى الطبيب المتخصص في تشخيص الحالة بتشخيص الحالة عندنا طبعا اول حاجة بنعملها تحليل حمض اليوريك اسد في الدم في بلازمة دم تأس في بلازمة دم لو النسبة طبعا ازد من 8 ميلي جرام بتالي بتالي الاعراض بتبدأ تظهر على المريض كذلك نلجأ في بعض الحالات الطباء المتخصصين بيلجاوا الى اخذ عينات من الجلد زي ما احنا قلنا من ضمن الاعراض اللي بتحدث بعد الالم والمفاصل امرح اليوريت هذه او البلورات هذه تترصف في انسيجة الجسم تؤدي الى حدوث نتوآت في الجلد وبنسميها التوفي او بنسميها النقرس التوفي اخذ بعد اخذ عينات من هذه الانسجة وتحليلها في البسولجي او المعامل المتخصصة تثبت انها املاح يوريت كذلك برضو بعض الممكن احنا نعمل اشعة الاكس ري او الاشعة السينية هذه الاشعة تؤدي الى ظهور بعض الترسبات في المفاصل زي ما احنا عارفين ان جسم الانسان يتكون من 206 عظمة كل عظمتين مع بعض يكونوا مفصل هذه او التقاء عظمتين بجانب بعض يكونوا مفصل المفصل بعد عمل اشعة على هذا المفصل ممكن احنا نشوف ايه ترسبات هذه اليوريت او هذه البلورات في اماكن العض نهيك ان هذه البلورات تبقى شكلها لو شفناها تحت الميكروسكوب هنلاقي انها عبارة عن كزجاج المجروش او كزجاج الابر ولمسننة وذلك بتسبب الالم في هذه الاماكن دكتور اسلام بعد اذن حركة اعزائي المشاهدين دلوقتي معنا لتقرير هنشوفه ونرجع لكم تاني اصابة علاج مرض النقرص وتخفيف اعراضه بشكل اساسي بالنظام الغذائي الملائم وذلك يعود الى ان السبب الاساسي لحدوث النقرص هو كميات حمد اليوريك العالية والتي يمكن ان يكون الطعام مصدرا اساسيا لها في الجسم ولطالما ارتبطت الاصابة بالنقرص بالنظام الغذائي الغني باللحوم والمأكلات البحرية نتيجة لذلك يتم تحديد نظام غذائي يشمل قواعد خاصة لمن يصاب به فيجب على مريض النقرص تجنب الاطعام العالية بالبيورين مثل السردين والمكريل والتقليل من مصادر البروتينات الحيوية مثل اللحوم والدواجن والاسماك كما ينصح بتجنب الزبدة والدهون واستبدالها بالزيوت النباتية وتجنب الاغذية العالية بالفاركتوز مثل شراب الذرة والعسل والمشروبات الغازية وبعض انواع العصائر ويجب على مريض النقرص ان يركز على الكربوهايدرات المعقدة مثل الخبز الاصمر الارز البني الفواكه تقليل الكربوهايدرات المكررة مثل الخبز الابيض الحلويات ويجب الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه بما لا يقل عن ثمانية اكواب يوميا اعزائي المشاهدين راجعنا لكم مرة تانية دلوقتي دكتور اسلام اهلا بك مرة تانية اهلا وسهلا حضرتك دلوقتي معادنا مع النظام الغذائي اللي حضرتك ان شاء الله تشرحولنا احنا نقلل بقى اول فيه كلمة مهمة جدا نتقلل فيه التقرير اللي سمعناها في الفيديو من شرية عن المركب البعض الغذاء اللي فيه المادة اللي هي البيورين البيورين هذه مادة مركب كيميائي موجود في الخلايا الريدي عندنا في جسمنا مع انقصام الخلايا بنقص هذا المركب وفي الاخر بيخرج في صورته في شكل حمض اليوريك في البول النسبة الطبية بتخرج تقريبا في جسمنا في اليوم حوالي جرام من اليوريك اسد بيخرج في البول هذه الجرام حوالي تقريبا 600 ميلي جرام منه من عن طريق الاكل او المأكلات اللي فيها مادة البيورين الموجودة في المأكلات البحرية زي ما سمعنا في التقرير وعايزين برضو ننبه ان مرض النقرص اكثر شوعا عند الرجال من النساء وبيزداد في النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية او سن الياس زي ما بيقولوا تظهر اعراضه اكتر في النساء هنلاقي نسبة معدل المرض النقرص تقريبا حوالي 800 ل900 شخص ما بين 100 ألف شخص تقريبا زي ما انت قلت في اول التقرير نسبة 1% هذا معدل نسبة النقرص موجود في العالم فازالك طبعا زي ما بنقول غزائي هو دوائي فاحنا بنعتمد على الابتعادة عن المأكلات فيها مادة البيورين بصورة كبيرة على اساس ان احنا نقلل افراز اليوريك اسد في الدم وترصيبه في شكل بيلورات لان زي ما حنقولنا في الاول الاعراض لما بتيجي بتيجي بطريقة حدة بتيجي على فترات متقربة مع استخدام النظام الغزائي المثالي اللي يعتمد على الكربوهيدرية او النشويات ونبعد عن البقليات الجافة مثلا تؤدي الى زي الفول يؤدي الى زيادة نسبة البيورين وتالي افرازه بكميات كبيرة وترصيبه بعد كده في الجلد في شكل نتوءات او التوفي زي ما بنقول او في المفاصل تؤدي حدوث تورمات والام شديدة في المفاصل طيب وبالنسبة للنظام الغزائي يعني النظام الغزائي السليم لمرضى النقرس اه والنظام الغزائي السليم لمرضى النقرس زي ما قلنا هنبعد في اثناء وخصوصا في اثناء النوبات الحد للمرض احنا قلنا المرض بيجي على شكل نوبات تستمر لكذا يوم 4-5 ايام وممكن تنتهي وبتتكرر هذه الاعراض يؤدي الى حدوث بعد ترسيب هذه البلورات تؤدي الى حدوث الام في المفاصل طمام احنا معنا النظام الغزائي على الشاشة للحابب يسجله لو بصينا على النظام الغزائي الموجود قدامنا هنلاقي ان فيه نظام غزائي المرض النقرس هنيعني يجب تجنب الاطعمة الاتية زي الاكلات الدسمة والدهون والعدس والبقول وكذلك طبعا ده كله اثناء النوبات اللحم والسمك والدجاج اثناء النوبات يستحسن ان احنا نبعد عنها وكذلك الاعضاء الداخلية للحيوانات زي الكبد والكلة والمخ والطحال وهنلاقي السردين والرنجة والفسيخ طبعا والبلوحة تؤدي الى ازجادة نسبة اليوريك اسد هنلاقي الشربة طبعا والبنجان والقرنبيت يستحسن ان احنا في فترة النوبات او فترة حدوث الام النقرس ان احنا نبعد عنها هنلاقي المربة المحتوية على بزور وكذلك التوت والفراولة والتين والتوابل والبهارات المخللة اثناء النوبات الحده يستحسن ان احنا نبعد عنها خالص هنلاقي بقى بعد كده الاطعمة اللي احنا يسمح بتناولها اثناء المرض النقرس هنلاقي الخبز والتست والقرز والبليلة والبكوليات كالعتس كذلك بكميات بسيطة مع الامتناع عنها اثناء النوبات الالم هنلاقي اللحوم والاسماك ممكن بكميات بسيطة زي ما احنا قلنا 100 جرام لحم في اليوم يكفي لعدم حدوث او زيادة نسبة اليوريك اسد في الدم وبالتالي زيادة نسبة مركبات البيورين هنلاقي البيض واللبن ومنتجاته وشربة الخضروات التزجة مهمة جدا البطاطس والبطاطا كنوع من الكربوهيدريت مهمة تؤدي لحدوث مثلا تدينا صعرات حرية عالية وبالتالي برضو ما لهاش تأثير قوي على زيادة البيورين او اليوريك اسد في الدم كذلك الزيوت والدهون النباتية بما يعادل معلقتين يوميا والسكريات والمربع ما فيهاش بزر زي ما احنا قلنا في اول الكلام وعسل النحلة طبعا والفواكر التزجة هذه مواد مهمة جدا لتقليل نسبة اليوريك اسد في الدم هنلاقي بعضه برضو من الاغذية التي تزفيد في علاج النقرس هنلاقي لو قلنا نصف نظام غذائي مهم وسليم لمرضى النقرس هنقولوا ان هم مثلا لازم يشربوا عصير الليمون لو اصر فعال جدا لو هنشوف الصورة اللي بعدها هنلاقي ان عصير الليمون لو اصر فعال جدا في علاج ده النقرس لانه يؤدي الى يزيب الاملاح المترسبة في المفاصل ويؤدي الى تقليل نسبته في الدم لان الناس مفيد جدا في حالات السمنة زي ما احنا قلنا في حالات الوزن الزائد يقول سرعة الحر وبالتالي الفرصة بتبقى زيادة قوي لزيادة نسبة اليوريك اسد في الدم فهنلاقي ان الناس يؤدي تقليل التهاب المفاصل مفيد جدا في حالات السمنة زي ما قلنا الكركدية ومشروب الكركدية مفيد جدا في حالات النقرس ولو خصوصا لو كان دافي هنلاقي ان عصير الجزر وعصير الخيار مهم جدا هنلاقي الكركم الكركم ده مهم جدا في تقليل التهابات المفصلية حتى انهم بيستخدموا جدا في الهند الشعبية يعتبر من ضمن الهلاجات المهمة في تقليل التهابات برضو من اللي شفنا لو هنشوف من طرق العلاج في الصورة اللي بعد كده هنلاقي ان مثلا لو غالينا 3 جرام من 20 تفاح في حوالي ربع لتر مية لمدة مص ساعة واشرب من 4 ل 5 اكواب يوميا ده يؤدي الى تقليل نسبة او كمية اليوريك اسد الموجودة في جسمنا هنلاقي 100 جرام ليمون يوميا ينقي الدم دكتور اسلام عزيرة بس عشان وقت البرنامج نصائح في عجلة حضراتك يعني نصائح عن مرضى النقص نصائح غزائية لمرضى النقص ونصائح الغزائية احنا كنا شايفينها قدامنا على الشاشة موجودة دلوقتي ينصح بعدم اكل البروتينات والمأكلات البحرية اثناء النوبات يفضل شرب المياه بكميات كبيرة حيث المياه تقلل لنسبة تكوين اليوريك اسد في الجسم وكذلك برضو الخضروات التزجة والفواكه فيها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات هذه الفيتامينات مهمة جدا في جسمنا هنلاقي برضو لو احنا اعتمدنا في النظام الغزائي على النشويات ونبعد بقدر الامكان عن الزبدة والدهون في اثناء النوبات مع استخدام لو حدوث المرض او حدوث المشكلة النقرص هنضطر الى رفع القدم او لو حدث مثلا حصل لنا تورم في القدم هنلجأ ان احنا رفع القدم اثناء النوم واستخدام كمدات المياه تلج الساعة تؤدي الى تقليل الورم وتقليل التهبات كذلك زيت الزتون لو دهنا زيت الزتون في اماكن زيت الزتون الدافئ في اماكن التورمات وفي اماكن الارتشاحات على مفصل او النقرص كده يؤدي الى برضو حدوث تقليل للاعراض بطريقة كويسة جدا تماما بشكرك دكتور اسلام عبد الرحمن استشاري العلاج الطبيعي والسمنة وفي نهاية حلقاتنا بنشكركم على حسن المتابعة وبنرجو ان ترسلوا اقتراحاتكم وقرأكم على موقعنا www.lsaha.tv وعلى صفحتنا على الفيسبوك الساحة تشانل شكرا وإلى اللقاء اكلتنا جميلة وصحية موصفة بطريقة علمية هنقولها على شال المرضى للهنة والشفى أكلها نية كل اللي نفسك تشتهي عندنا بسهولة هتلاقي والأجل بتاعنا تلاقي فيه كل العنصر الجزائية ترجمة نانسي قنقر